أدوية التخسيس والمنحفات قد تجيلي عليها الدعايات وأرفضها المهم أوكي ليش ترفضها؟ آني شي ما مجربته ما أقدر يعني بصراحة زين وضع صور سلاف على أدوية مكبرات الصدر والأرداف مؤونة صدق ما شايفته؟ لا هو اسمه أصلا وقف دوى سلاف ممكن تططوني بعض بعض الثالث أتي ما عندك أي دوى للتكبير الأرداف أدوية بالأرداف أدوية بالأرداف بشفتي هذا الإعلاج؟ بحياتي عصب تقلت لي بالإعلان صورتت آبت نهائيا قلت لي لا وطلع قدامي من داع دل الحلقة زين سمعني إشاعات عن ترشيح رغد صدام حسين للانتكابات الشارع كلها حتشة بهذا الموضوع ومدري صحة هذا الموضوع أو لا انتي شن رأيتش في حال ترشحت الانتكابات؟ يعني أنا من ناحية السياسة ما أتدخل لكن رأيك كمواطنة يعني أنا مجرد أنه كصدمة أنه ما أعرف أنه يصير له ما يصير يعني أنا بعيد عن السياسة نهائية شو رأيك بيها عموما هي كشخصية ما حب أسولي فأسألي شغلات فنية أي دينية ضررت عائلتك من النظام السابق؟ ما شنت صغيرة يعني ما شنت أدري شونه دايدور أصلا يعني بس سمعت منهم أنه ضرروا؟ ما يعني أول شيء إحنا بالأقليم أقليم كردستان وجينا للبغداد وموظفين فما أعرف تعرضوا وجوز ما يقولوا لي في حين أنه والدي هو أصلا من أني والدي ما شايفته كشكل كشكل وفصل عن والدي وسافر من وقت كل شيء فما أعرف شونه صاير جوز صاير هو يا والدي وأنا ما أدري جوز يعني ما صاير فما أعرف تشوفين أنه العراق شنو يحتاج الفترة المقبلة؟ هذن الشي همين؟ لا جاوبيني يا عادي شوف هذا الموضوع كان اليوم مبالي سبحان الله إحنا إذا ننوي أنه نغير بلد بنظامها بحكامها بتاريخها بكل شيء أول ما أبدأ أغير من نفسي أغير من حياتي أغير من أسلوبي أتعلم النظام بعدين أطالب دولة أنه تكون نظام مياه لأن هوايا ناس راحت هوايا ناس تأذت بالمظاهرات وراحت شو ندني به؟ راح الخسارة تبلشون بالفقراء وتبلشون هاي التفاصيل يعني أنت كامورة شحة بمنطقتك عمرها اشتركوا في القناة